اشتركوا في القناة للطفولة يونسافا وعلى اصعيد العسكري قالت مصادر عسكرية موالية لهدي ان مقاتلي تمكنوا من استعادة قاعدة العمد العسكرية في محافظة لحج جنبي اليمن من ايدي الحوثيين بعد معارك عنفة استمرت حتى فجر ثلاثاء وفي عدن استمرت حرب الشوارع بين الحوثيين وحلفائهم من قوة الصالح ومقاتلين موالين لهدي في محيط الميناء وتقول تقارير ان العشرات قتلوا وجرهوا من الطرفين في القتل في العراق قالت وزارة الدفاع العراقية ثلاثاء مقتل مائة وخمسة من مسلحي تنظيم داعش غلبهم بمحافظة صالح الدين شمالي العراق بينما قتل ثمانية عشر اخرون من مقاتلية تنظيم بمحافظة الانبار وربي البلاد واوضح بيان للوزارة ان اكبر حصيلة القتلى من التنظيم المتشدد كان من ماطقة الملحة بقضاء بي جي شمال تيكريتا في محافظة صلاح الدين اين تم القضاء على ستين عصر خلال تصديها لهجوم لمصلحي داعش وكبدته خسائر كبيرة في المعيدات وقتل فوجوه مكافحة الارهاب بالموصل التابعي لقيادة العمليات الخاصة بحي القادسية بتكريت ستة عشر مسلحا اغلبهم يرتدون احزمة نسفة فيما لذى الباقون بالفرار وصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى تهران اليوم الثلاثة وذلك رغم التوترات التي اندلعت بين الجانبين في الايام الماضية ويرفق اردوغان وفد وزاري وتم الاشارة من خلال ما اعلن عنه المتحدث باسم الرئاسة الى ان اردوغان من المقرر ان يلتقي المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي خامناء وكانت الايام الماضية قد شهدت توطرا بين الجانبين بعدما اتهم اردوغان ايران بانها تسعى لزيادة نفوذها في العراق وان هدفها هو طرد داعش من المنطقة لكي تحل محلها ورد عليه وزير الخارجية الايراني محمد جواذ ريفا بالقول انه بالنسبة للذين سببوا بخسائر لا تعوذ بسبب اخطائهم الاستراتيجية وسياستهم الطموحة والوهمية فالافضل لهم ان يعتمدوا سياسات مسؤولة ليوظفوا الضقاط المتوفرة باتجاه ارساء الاستقرار والتقارب في المنطقة في اشارة منه الى سياسات تركية تركيا الخارجية وتدخلات في دول المنطقة اعلنت الولايات المتحدة عدم موافقتها على التخفيف التدريجي للعقوبات المفروضة على ايران ما لم تلتزم الاخيرة باتفاق نهائي لكبح برنامجها النووية يأتي ذلك في وقت رفض فيه الرئيس باراك اوباما طلبا للكيان الاسرائيلية المحتلة بان يستند الاتفاق النووية الاعتراف في ايران بها الى ذلك اوضح البيت الابيض ان البنود المتعلقة برفع العقوبات تدريجيا عن ايران ستحفز طهران على الالتزام باتفاق لوزانا حول برنامجها النووية وجاء اعلان الولايات المتحدة الامريكية هذا بعد تفسير وزير الخارجي الايراني محمد جواز غريفة حين قال ان تخفيف العقوبات لن يحدث على مراحل وانما سترفع بصورة فورية بمجرد توقيع اتفاق نووية في اليونان قال ديمتريس مارداز نائب وزير المالية اليونانية ان المانيا تتحمل دينا لبلاده بنحو 279 مليار يورو اي باكثر من 300 مليار دولار كتعويض عاني لاحتلال النزية لها في اربعينيات القرن الماضية وبدأت لجنة برلمانية عملها الاسبوع الماضية سعيا لجمع ديون الالمانية بما في ذلك تعويضات الحرب الى جانب استعادة كنوز اثرية سروق واسترجاع ما يعرف باسم قرض الاحتلال وهو قرض اجبرت المانيا النازية بنك اليونان على الحصول عليه واكتسبت حملة الحصول على التعويضات تأييدا شعبيا كبيرا خلال الاسبوع القليلة الماضية اذ يواجه اليونانيون مصاعب ثقيلة تتجه بها الى طريق الافلس يذكر ان المانيا رفضت مرارا المطالب اليونانية وتقول انها تحترم التزامتها بما في ذلك مبلغ 115 مليون مارك المانية حصلت عليه اليونان عام 1960 لاهاية الموجز في امان الله اشتركوا في القناة